اهلا بكم في ملخص جديد لفيلم النهاردة واللي هو دينو كينج وده فيلم بيتكلم عن عالم الديناسورات زي ما هو باين من اسمه كده وعلشان ما تقولش عليك هندخل في الاحداث على طول وبيبتدي الفيلم في مكان كده سحرة وكله جبال والدنيا خربارة بس بيكون عايش فيه قطيع من الديناسورات ومش مهم بقى انواع الديناسور ايه بالزبط علشان كده الموضوع هيبقى صعب اوي وفي المكان ده بيكون فيه ديناسور صغير اسمه جونيور واللي بيقرر في يوم انه يطلع كده يشوف الصيد ده بيقول ايه وبيبعد شوية عن القطيع بتاعه بس بيشوفه حيوان ضخم وبيجري وراها علشان يفضل جونيور يهرب منه وهو مرعوب لحد ما يغبط في توبة على الارض توقعه ويفضل يصوت وينادي على اي حد يلحقه وانه بقى بيظهر اسبيكلز وده ابوه وبيجري ورا الحيوان وبيفضل يتخاني معاه لحد ما ينخذ ابنه ولما بيروح جونيور يشكره على اللي عمله بيلاي ابوه مش طيقه وبيقوله انت ديناسور طريق كده ومش هارف تهجم ولا تدافع عن نفسك وما لا تهتمد على نفسك امتى وبياخذ ابوه لما كان تاني فيه شوية ديناسورات بتشرب من نهر ويقوله بص انه هديلك فرصة تانية علشان تثبت لي انك شجاع الديناصورات اللي بتشرب دي احنا هنحصرها بنا ونهجم عليها ولما بدأت الخطة ودخل عليهم جونيور علشان يهجم عليهم ضربوه الديناصورات التانية ورموه في النهر علشان يفتكر انه بيغرق ويفضل ينادي على ابوه اللي تلع يجري على المكان علشان ينقذ ابنه بس بعد ما دخل النهر اكتشف ان الارض مش واطئة اصلا وابنه بيتدلع ولسه جمان زي ما هو علشان يفضل يهزاؤه شوية ويخليه يرجع ينام في السخرة بتاعته واناك بقى بيفضل جونيور يقلب المواجهة وبيفتكر اليوم اللي امه شافته بيغرق فيه فقررت انها تنزل تنقذه وغرقت هي بداله وبيفضل عياد علشان كان هو السبب ان امه تموت وفي نص الليل بيقع شهاب على الارض علشان يروح ابوه يقوله ان امه لازم يبعده عن المكان ده بسرعة علشان هيتحرق قريب وبيفضل طبعا جونيور خايف ومش عايز يسيب المكان لحد ما يقوله ابوه اخلص انا مش عايز دلع بقولك هنموت وفعلا بيتحرك الاتنين لحد ما يوصلوا لمكان بعيد شوية وامال علشان يقوله ابوه روح انت كده شوف المكان ده بيقول ايه وانا ازبط مكان نعيش فيه ولما بيمشي جونيور شوية بيلاقي ديناصور صغير واقف بيشرب فبيقول انا روح اضرب ده واقنع ابويا ان جامد وانه ظلمني بس لما بيروح ياجم على ديناصور ده بيخلع منه وبيفضل يجري لحد ما توصل لائلته كلها علشان تفضل تجري ورا الجونيور اللي طبعا مش بيعرف يعمل اي حاجة غير انه بينادي على ابوه ولما يروح ابوه ورا بيلاقي ديناصورات خطفت ابنه علشان يفضل يجري وراهم في كل مكان بس بيعملوا له كمين على جسر علشان يوقعوه في المية ولما يطلع منها بيكون ابنه اختفى من قدامه علشان يصمم انه لازم يفضل يمشي وراه وخلاص وبينروح بقى لجونيور اللي بيكون اتخطف وبلاقي نفسه في مكان غريب مليان ديناصورات صغيرة وبتظهر ديناصورات كبيرة عايزة تختار منهم تلاتة والمفروض ان اللي بيروح معاهم مش بيرجع تاني ابدا وفي الوقت ده بيكون سبيكلز ماشي في السحرة تعبان وعطشان والدنيا جاية عليه لحد ما يقع على الارض من التعب وبيشوفوا ديناصور تاني اسمه ساي فبيقرر انه يجم عليه بس بيقدر سبيكلز انه يهرب منه في اخر لحظة وبيعرف ان ساي ده نظره ضعيف وبيهاجم وخلاص كده على اساس لو ده عدو يضربه يعني ولما يقوله سبيكلز يعني انت مين ضربك قبل كده فبيقوله ان حبيبته اتخطفت من مجموعة من الديناصورات الشريرة وهو لما شم ريحة سبيكلز قريبة منهم فكروا واحد منهم وعلشان كده قرر يحجمه وهنا بقى بيفهم سبيكلز ان ريحته بقت كده علشان الصراع اللي كان مع اللي خطفه ابنه وان دول نفس اللي خطفه حبيبة ساي واللي اسمها ديستي وبنرجع تاني لجونيور اللي بيفلت من الديناصورات اللي بتختار ثلاثة منهم وبلاي ان كله بيرملهم اكل وبعد ما يأكل بيدخل جونيور علشان يدور على مكان يستخب فيه زي باقي الديناصورات بس كل ما يقرب من كافي يلاقي كل اللي فيه مش طيقينه وعملين يهجموا عليه فبيروح الجونيور لكافي بييد شكله قزر وكله زبالة علشان يقعد هناك بس حتى ده بيكون فيه ديناصور صغير ولما يسأل عن اسمها بتقوله انها ديستي وان دول خطفوها من حبيبها علشان نعرف انها صاحبة ساي وبقول لها الجونيور خلاص انا عود معاك ومش اعمل الى فبتوافق انه يفضل معاها وهناك بيتعرف برضو على ديناصورة تانية اسمها بلو وبقول لها نعود هنا كم يوم لحد ما بويا ينقذني وبيكون ابو في الوقت ده ماشي مع صاي في نص الجبال والدنيا صعبة اوي معاهم لحد ما يلقوا مكان دايا لازم يعدوا منه ولما بيوصلوا الفتحة الهناك بيلاقوا انه فيه هجوم كبير عليهم من العقارب علشان يقول اسبيكلز لصاي اهرب بسرعة قبل ما يلدغونا بس بيكون صاي بطيء وبتقدر العقارب انها توقعوا ولما بيسمع اسبيكلز سوتو بيرجعله بيفضل يضرب العقارب بديله ويوقعهم على الارض لحد ما بيوصل العقارب الى املاق اللي بيقدر انه يوقع اسبيكلز وكمان بيلدغو في رجله بس مش بيرضى اسبيكلز انه يستسلم وبيفضل جاي على نفسه لحد ما يقطع رجل من رجول العقارب وياخد صاي معاه ويخلع من هناك بسرعة وطبعا لما بيطلع بيكون السم بدأ يمشي في دمه غير رجله اللي تجرحته مش قادر يمشي عليها كويس علشان يقول له صاي خلاص احنا نريح لحد ما تخف شوية بس بيقول له اسبيكلز انه لازم يروح لمكان ابنه في اسرع ما يمكن علشان ابنه داع على باب الله ومش هيارف يدافع عن نفسه ولما يكملوا الطريق بيقع الاثنين من التعب في حفرة كانت معمولة فخ وبتطلع عليهم فانج اللي بتقول اسبيكلز انها هتساعده مع الجرح بتاعه مقابل انه سيبها تاكل صاي بس بيرفض طبعا اسبيكلز ويقول له لا انا اكمل على رجلي كده زي مانا انا حر بقى وفي الوقت ده بيكون جونيور واقف يتفرج على الديناسورات وهم عملين يرملهم اكل ولما بتروح ديستي علشان تاخد قطعة بيوصل ديناسور طاير كده ياخد الاكل من قدامها ويمشي بس جونيور بياخد باله وبياخد الاكل ويروح لها علشان تاكل معاه وهي مبسوطة انه اخيرا في حد فكر فيها في المكان بس لما تقرر ديستي انها تطلع وتلعب شوية مع بلو وجونيور بيشوفها الديناسورات الدخمة علشان ياخدوها معاهم ومحدش بيقدر يامل حاجة في الموضوع ده وبعدها بيروح جونيور علشان ينام وهو زعلان على صحبته بس بيحلم باليوم اللي كان بيغرق فيه وبيشوف الحلم ديستي عايزها يساعدها ولما بيصحى تاني ام ويروح ياكل بيستنى الديناسور الطاير ده علشان يحاول اسرق الاكل وبيقدر يمسكوا هو وبلو وبعد ما بيدغطوا عليه شوية بيقول لهم ان الديناسورات الضخمة دي شغالة عند الوحش الاملاق اللي عايش في البركان وده عنده تلات ولاد وكل يوم لازم ياكلوا ديناسور علشان كده بيختاروا تلاتة كل يوم ولو في مرة الديناسورات اتأخرت على ولاد الوحش هيزعلهم جامد يعني فعلشان كده هم عمرهم ما بيتأخروا عليه وطبعا بيخاف جونيور لما يسمع الكلام ده ويرجع يقول لي كل اصحابه انه لازم يهربوا من المكان ده باسرع وقت وإلا هيجي يوم ويبقوا طعم الوحوش وبيكون في واحد واقف اسمه سلاش وبيقول لي جونيور قول يا اسكى اخواتك هنهرب من هنا ازاي فبيقول لهم جونيور ان المكان ده كله عليه تلات حراس احنا نستنى لحد ما حد فيهم ينام ونهرب من عنده بس الخطة دي مش بتاجي بلاد اللي بيقول له ان الخطة كده شكلها تفعه واكيد مش هتكون احسن حاجة وفي الوقت ده بيكون سبيكلز وصاي ماشيين في السحرة وبتيجي معهم فانج اللي بتقول لهم ان بنتها كمان اتخطفت واكيد من نفس الاسابة برضو وفي الطريب يسمعوا صوت ديناصورات بتصوتوا وعايزة حد يساعدها ولما بيروحوا لشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بيكون فيه شوية حرامية عملين يسرعوا بيد الديناصورات العملاقة واللي علشان طويلة قوي مش هارفين يتعاملوا معهم بس بتقدر فانج انها تفضل تضرب الحرامية لحد ما يتلموا حواليها وبياخد سبيكلز البيت كله ويرجعوا تاني للديناصورات وبيروح بسرعة لشان يساعد فانج وبيتفاجئ لما يلاقي ان كمان صاي بقى شارس وعمال يضرب الديناصورات لحد ما الحرامية يهربوا من المكان علشان يكمل سبيكلز واللي معاه رحلتهم للاطفال وفي الوقت ده بيكون جونيور واقف مع الديناصورات ومستني العلامة من الديناصور الطائر لحد ما يوصل ويقول لهم على مكان الديناصور اللي نام علشان يهربوا من عنده وبيبضلوا يجروا باقصى سرعتهم لحد ما يشوفهم حارس على المكان ولما بيجم عليه بيتكتروا عليه وبيقدروا انهم يهزموا ويعدوا منه لحد ما يوصلوا لمكان كده سد وفيه ثلاث حراس موجودين وبيروح معهم سلاج بعد ما خنهم علشان يبقى في صف الحراس وبيجري جونيور وبلوه منهم بس بلد بيستخبى في مكان لوحده لحد ما يتزنق جونيور وبلوه ويتقبض عليهم وبيرلوم الحراس انتوا هتكونوا الغداء بتاع بكرة وفي الوقت ده بيكون سبيكلز واللي معاه في الطريق علشان ينقذوا لدهم لحد ما بيسموه صوت الديناصور الطائر ومعه شوية ديناصورات من اللي خاطفين عيالهم فبيروح سيزهر قدامهم علشان يجروا غراء وبيكون سبيكلز وفانج عمل اللهم كمين علشان يمسكوا الديناصورات دي وينفقوها لحد ما رفوا لدهم فين بالزبط بس لما بيحاولوا يوصلوا للمكان بيقوم البركان وبيفضل يخبط في السخور ويقاها في نص الطريق علشان تتسد عليهم الطريق بعد ما كانوا قربوا وهنا بيوصل الديناصورات اللي كانوا ورجعوا لهم الباب بتاعهم علشان يساعدوهم ويسلكوا السكة علشان يخلوهم يعدوا بكل سهولة وعلى الرغم ان بيكون لسه في شوية ديناصورات عايزة تهجم عليهم بس بيكون سبيكلز والمعاجب واخيرهم وخلاص عايزين يدمروا كل حاجة ويوصلوا لأولادهم وفي الوقت ده بيطلع بلاد من المكان اللي كان مستخب فيه وبيجرى على كل الديناصورات المخطوفة علشان يهربهم بين المكان ويلوم احنا لازم نهجم ونشتت الحراس علشان نهرب صحبنا ولما يوصل بلاد للمكان اللي فيه جونيور ابلوه بيوصل سلاش هو كمان وبيكون عايز يهجم عليهم علشان يلوم بلاد سيبولي انا الطلعة دي وبيفضل يضرب سلاش اللي خنهم لحد ما يكون هيقع معاه في النار بس بيقدر ينقذ نفسه وبعدها بيضرب واحد وصل من الحراس وبيرمي التاني على سلاش علشان يفضل الاتنم يتعلقين شوية على البركان لحد ما تتكسر بيهم الصخرة وتاخدهم وتنزل علشان يموت سلاش بعد شوية ندالة عنب وبعدها بيكمل الديناصورات الصغيرة دي التريق مع الجونيور لحد ما بيكون النهر قدامهم وبيفضل يفتكر جونيور اللي حصل لامه بس بيقرر انه يسترجل وينط في المياه وفينا بيقدر انه يعوم لحد ما يلاقي بلوه اغمى عليها فبيشيلها لحد الكهف المهجور واللي بيكون عايش فيه ولاد الوحش التلاتة وبيفضل جونيور يدور على اي اصل لديستي بين شوية الهاكل العظمية الموجودة هناك بيلاقيها اخيرا علشان يخدها بالحضن وهو مش مصدق انها لسه عايشها بعد كل ده وهنا بقى بيسمع ولاد الوحش السود ده وبيقرروا انهم يهجموا عليهم شوية اكل جاي لحد عندك تقوله لأ اكيد تاكله طبعا وفي نص الجوم القوي عليهم ولما بيكون كله بيحاول يهرب بيوصل سبيكلز والاتنين اللي معاه علشان ينقذوا اطفالهم ولما بيشوف سبيكلز ابنه بيقوله انت لسه برضو بتجري من الوحوش وما فيش فايدة منك علشان يتقمز جونيور ويجري من قدام ابوه وهنا بتروح بلوليس بيكلز وتقوله انت بتقول اي كلام خلي بالك وابنك شجاع ده هو اللي هربنا من السجن وبعد كده وصل هنا علشان ينقذ حبيبي تساي انت كنت المفروض تكلمه بطريقة احسن من كده وفي نص حسة التنمية البشرية دي بيصحى الوحش الاملاق وبيروحها لشان يهجم عليهم بس كله بيهرب طبعا من هناك وبيستخبه في فتحة كده ديئة وبيقول سبيكلز انه لازم يطلع ينقذ ابنه من الوحش ده بس كله بيحاول يفاهمه ان ابنه خلاص مع السلامة وهو لازم يهرب بحياته لحد ما يقرر سبيكلز انه يطلع علشان يموت مع ابنه وبيشوفة دي ابنه شجاع وعمال يحارب الوحش الوحده وبيحاول انه يعطله علشان الباقي يهرب لحد ما كبر جونيور اوي في نظر ابوه عرف ان طول الوقت ده كان ظلمه وهنا بيقول باية ديناصورات كلهم احنا لازم نقف ايد واحدة قدام الوحش ده علشان ده ما حدش هيقدر عليه لوحده كده وبيطلع صايو اللي معاه من ناحية وبيحاولوا يساعده اللي بيفضل يحاول يعمل اي حاجة مع الوحش بس مش بيعرف وفي الوقت ده بيطلع بلاده بلو وديستي علشان يساعدوهم وبيفضلوا يرموا توب على الوحش اللي مش بيتأثر طبعا بالكلام ده كله وبيفضل يهجم على لحد ما بيدرب جونيور علشان يمي بعيد وتغبط راسه في صخرة كبيرة ولما بيفكر ابو ان ابنه مات بيفضل يقوله انا مستعد اعمل اي حاجة في الدنيا بس ترجع لي تاني وهنا بتلاحظ ديستي ان جونيور بيتنفس عادي فبيطلهم انه لسه عايش ومش ميت ولا حاجة وكفاءة كده افواره ودراما ونشوف بقى الوحش اللي عايز يكلنا ده وبيوفيز قدام ابنه ويقوله انا فخور بيك وقب شجعتك وبعتذر عن كل كلمة وحشة قلتها في حقك قبل كده علشان يقول له جونيور نشوف طيب هنخلع من هنا زي الاول بعد كده بقولي اللي انت عايزوه وبيهربوا كلهم مع بعض بس بيقدر الوحش انه يهجم عليهم وبيزنقهم في مكان مسدود علشان يفتكروا كلهم ان دي النهاية وكله هيموت بس بيلوم انا عندي فكرة كله يبهد عني وانا يخلي الوحش اللهبل ده هو اللي هربنا من هنا وبيفضل واقف قدام الوحش اللي بيهجم عليه بكل قوته لحد ما في اخر اللحظة بيبهد من قدامه علشان يخليه يلبس في السخور ويفتحها ويقع الوحش ميت بعد الخبطة القوية دي واخيرا بيهرب الديناصورات من كل ده وبيقرر كل واحد منهم انه يرجع قطيعه تاني بعد ما رجع اللي كانت خطف منه وبتهيش الديناصورات في سعادة وامان بعيد عن كل اللغبطة دي وبس كده بيخلص في المنا اتمنى تكونوا استمتعتوا معنا ما تبخلش نابل لايكه لو انت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهاتنا اول باول واشوفكم على خير ومع السلام